السلام عليكم حبوباتي اسباح تكونوا كامل ملاح ونقول لكم مشراكم مشراكم دايرين فيها مع حلويات العيد اليوم جبت لكم وصفة بزافة بنينا شوفوا اقدمها نشكرها لكم قليل في حقها بسيطة بمقادير متواجدة في كل بيت والبنما نحكي لكم راكم تشوفوا فيه الشكل تاع تشارك العريان مي هدا مفيش لافخص ويجي ساهل ماهل الوصفة قدرتها لكم العملية فات مي حبيت نعودها لكم من قوة اللي نحبها شوفوا كل عام ندرها هاد الوصفة مقوة اللي تعجبني وتجيب الزاف بنينا نروحوا مع بعض اللي زانجريديون شوفوا هني نحطهم لكم هنا مكتوبين ونوري لكم طريقة التحضير هنا اول حاجة عدنا مئتين وخمسين قرام تاع الزبدة تكون طارية من الاحسن تكون طارية انا اليوم احنا نخدم في البيتخان باسكو كيما على بلكم انا مريضة من يدي ما نقدش نخدم بها بزاف وانتو ما تقضوا تخدموا بيدكم كيما تقدروا تخدموا بلا سباتيول ديروها فيليان وخدموا بها بنتمسوش كامل لابات بيدكم هنقض لكم مئتين وخمسين قرام زبدة طارية نزيدو لها كاس تاع السيكرو غلاس وندربهم بالفوي ولا بيدكم المهم نسحقهم على شكل مرهم ولا على شكل بوماد يعني باش تنجح لكم كامل الوصفة التاع السابلي هادوما سيوا دايمن الزبدة تكون غامولي ولا تكون طارية وندخلوها مليح مع السيكرو غلاس هادي المرحلة الاولى ونزيدو لها القريصة تاع الملح اللي هي ضرورية كامل في الوصفات اهنا يا بعد اللي دخلت هاديك الزبدة والسكر زيت المغرف كبيرة مغرف هادو كتاع السالة الدفخوي معمرة مليحة تاع لفاني ونزيدو صفار بيضتين هادوك البيض تاعهم نخلوه الام بعدها باش نديرو فيه تزيين تاع الحلوات تاعنا ونزيدو نخلطوهم حتي يتجانسوا كامل كي نحسو هادوك البيض تتجانس مع الزبدة والسكر باش نكملو باقي المقادير اهنا كي نساجمو لهادوك المقادير نضيف عليهم نصف كأس تاع كوكو مرحي شوفو تحبوه هي من الاحسن يكون مرغي غموية وحمصوه الكوكو ايدا ما تحمصش لقاطوه تاعكم يغمل للكم وما يجيكمش لقو هادوك شباب تاع الكوكو ماشي حتي يتحرق مي يدي هادوك سخانة على الفوق ونبعد رحوه ونضيفوه هنا نصف كأس تاع كوكو مرحي ونزيدو تاني شوفو كي تديرو الكوكو سيو تاني تخدموه شوية باش يطلق كامل هادوك الزيت اللي بدنا تاعو في الفلابات تاعكم ونشالله تجربو الوصافات اللي نمدهم لكم انا شوفو نمدلكم وصافات اقتصادية وجد بسيطة يعني مانيش موت تخصصة في الحلويات ولا مين نمدلكم الوصافات اللي تكون ناجيحة وراني مجربتها اهنا نزيدو تلت مغارف كبار تع ماء الزهر الماء الزهر يمدلها وح تلقوه بزف خاصة كي تكون طيب تشمو رح تتشارك العريانة تشمو رح تتشارك المسكر يعني تجير فيه واحت ريحة بزف هيلو اهنا ما بقى عنا نزيدو غير الفارينة والخميرة تاع الحلوه يعني هاداك الكوكاولي درناه نسيت مقتلكمش هاداك فيه بلا ما نديرو حاش ونضيعو الوقت كيما على بلكم خاصة الامهات اللي كيما انا عندهم دراري مادا بينا غير الحلوه اللي نسلكو بها يعني تم تم تتخدم وما تديناش الوقت اهنا نضيف كميات على الفارينة ونزيد عليهم نصف كيس خميرة كيميائية هناني خليتلكم الوصفة في بداية الفيديو شوفوها ولا ديرو كابتور عليها اهنا دوك هنين نبدل هاد الفوي بالنسبة الاخوات اللي عندهم بيتخا ينخدمو به الفوي متكملوش تخدمو بها في هاد المرحلة انا نسيتها برك نخدمو بهاديك الجيشور لوكا هاديك عايطولها لوكا نكملو نخدمو بها كامل اهنا انا نسيتهم بعد نحيتها باسكلو كانت تخدمو بالفوي هادية اللي لابات تتحكم تجيكم معلكة متجيكم الشابة وبالنسبة للقاوة متاع على القاوة تاعنا شوفو اي قاوة فيه في العجينة تاعو الكوكو مت يبسوهاش بزاف باسكل كوكو يشرب اهنا تكون طريه شوفو تكون طريه و متكونش تلسق في اليد اذا يبستو العجينة بزاف توليت تتشقق لكم خلوها طريه ما متلسقش في اليد هكدا وش نقدر نفهمكم ملح اهنا جبت الميزان التاعي وزنت هادو كل اللي بول كامل ربعين جرام ولا كارونت كرام باش الحبه التعنات جينا مليحه مشي كبيره ومشي صغيره معالي زيت طيب وكامل اهنا شكلتهم على شكله هليلات ولا تشارك العريان ودرت لهم هادا كالبايض البيض ودرت لهم الفوق الكوكو ايفيلي ولا اللوز ايفيلي كيما حبيتوا تقدروا حتى تديروا كوكو مرحي خشين ودخلتهم بالفوق طيبو والبلاندوف تحكم ضربوهم مليح وندخلوهم في الفوق طيبو من تحتها نقصو لهم النار انا نلقاطو طيبو كامل اعلم يو خمسين داراجة نديرو في الواسط ونديرو اعلم يو خمسين داراجة ونخليه طيب في غردو باش يجيكم مليح وميجيكم شمع الجن من الداخل اهنا جوست ما طابوهم مسخونين اه دردرت عليهم شوية تع السوكو غلاس يمد لهم شكل بزاف شباب هدا هو الحلوات تعنات على نهار اليوم اللي هو تشارك العريان بدون حشو اهنا نحيت لكم الفلاش باش تشوفوه مليح ان شاء الله تعجبكم الوصفة وان شاء الله تجربوه واذا جربتوا الوصفات ابحتوا لي سورة انستغرام باش نشوف التطبيقات تعكم ونحطهم للبنات في القناة اه كما قلت لكم نشكركم كامل على التعليقات شابه تعكم ونحن نديلكم كما حبيتون نديلكم لي فيديو تعال الحلويات على حيدة الى هنا نقلكم الفيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة